وحضراتكو أكيد فكرين أزمة السفينة اللي كانت في قناة السويس السفينة البانامية أفر جيفن الأزمة خلاص هتنتهي بشكل كامل أو نقدر نقول انتهت وحيتم الإعلان رسميا عن انتهاء هذه الأزمة لأن حضراتكو طبعا فكرين السفينة كانت محتجزة من قبل مصر في البحيرات المرة من قرب من قناة السويس لحين انتهاء القضية بين الطرفين والتعويض المصري الذي تستحق مصر بكل تأكيد عن ما حدث في قناة السويس وتعطيل المجرى الملاحي وان كان لعدد ساعات قليل بس احنا قدرنا ان احنا نرجع وده حقنا مهم ان احنا وصلنا الاتفاق حيتم إعلان تفاصيل الاتفاق ده تفاصيل جيدة جدا 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 اظن انها هتساعد المصريين مصر خدت حقها تالت وامتلت عشان احنا ملتزمين بالمواثيق والأعراف الدولية وملتزمين بتعاقدتنا فان شاء الله بكرة حيتم الاعلان عن انتهاء هذه الازمة ازمة السفيرة افر جيفن وحتتحرك من مصر من قناة السويس وحتروح الى ميناء راتردام في هولندا في اوروبا وتطوى صفحة افر جيفن ان شاء الله نهائيا براية لمualتزمين اوهي 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 اشتركوا في القناة